كنت في العمل أو حتى في العاطفة كنت على أرض مش ثابتة كنت خايف كنت شاعر بعدم الأمان ولكن رح يصير خلينا نقول على صعيد العمل إذا كان هذا الموضوع على صعيد العمل ففي شخص ممكن تكون طاقته هوائية رح يساعدك في العمل لتتجاوز مشاكل معينة أو لتتجاوز أشخاص معينين وكمان حتى في العاطفة عم بشوف شوية خيانة من الأصدقاء ولكنك مرتاح يعني اللي هو أكين جرحت منهم أو من الشريك ولكنك شايفك كتير عقلاني بطلت كتير تفكر بقلبك وبالحكي الفاضي وكذا واشتقتله مااشتقتله هو مش تاري عني وها لا عم بشوفك تاخد قرارات خلص انتهت عندك مرحلة الجروح أو الصدمات صرت ضد الصدمات يا برش الجوزاء صار عندك كل شي عادي يعني حتى لو تنصدم يعني ناس تاني ينصدم من الموقف أنت بالنسبة إلك بختلط تنصدم من كتر الموضوع شايفيتك كتير دبلوماسي هذا الشهر شايفيتك عم بتحقق كل كل أحلامك يعني عم بتوصلك تطمينات بتوصلك بشائر خير وخاصة إذا الموضوع كان عن سفر عم بيكون في عندك سفر أو تجهيز أوراق لسفر في شخص عم بيساعدكم في هذا الموضوع هذا الشخص عم بيكون فعلا قادر يساعدكم وفعلا صادق ورح يساعدكم في هذا الموضوع سفر أو عمل عم بشوفك بالعمل دبلوماسي كتير عم تتحمل ناس كتير بلا طعمة ناس يعني لا يحتملوا عم بتحاول إنك تمتصهم أو تحتويهم بس عشان تحقق مصلحتك النهائية أو غايتك وعم بتحققها على نهاية الشهر عم بشوفك أنت والشريك إذا كنتوا في بناتكم شوية بلبلة لإني عم بشوف شوية بلبلة هون بينك وبينه إذا كان فيه انفصال أو تباعد عم بشوف شي بيحرك الأمور على فكرة فيه طرف ثالث قوي جدا جدا ولكن انتصارك رح يكون عليه على مراحل مشور مرة واحدة بلش تنتصر على هذا الشخص والتطمينات اللي قلنا عنها كمان مش بس على سفر ممكن تكون على الصعيد العاطفي عم بشوف الحبيب كتير برائبك أنت كتير بترائبه في بداية خلينا نقول غير متوقعة بناتكم من بعد ما خلص صار أنه رجوعكم مستحيل لا عم بشوفكم الحب اللي عندكم إياه عم برجعكم لبعض وفيه طاقات سلبية عم بتحاول تباعد بناتكم طاقات سلبية ممكن تكون عندك أو عنده فرح تنتصروا على هذا الموضوع هذا اكتر اشي كان بالنسبة لبرج الجوزاء شايفة فيه حب جديد للناس اللي ناطرين حب للناس اللي ما عندهم خليني اشرح شغلة بس بالنسبة للناس اللي بقولوا أنا دايما بضمر على شخص جديد بتطلع لي الشخص القديم ليش هذا الموضوع بيصير لانك لسه ما طلعت من طاقتك لسه عم تفكر فيه لسه عم تستنى فالكون ما عم يفهم عليك انت شو بدك عقلك الباطن ما عم يفهم عليك انت شو بدك انت ساعة بتتذكر القديم وساعة بتحكي انا بدي واحد جديد مدام الاكس تبعك لسه موجود في طاقتك ما في شي جديد فانا شايفة برج الجوزاء لسه فيه عندهم تعلق لسه عم بيحاولوا انه اه يتخلصوا فيه مجموعة منهم يتخلصوا من طاقة شخص اه قديم اه فهذا الشهر مؤجل انه يتعرفوا على شخص جديد للناس اللي حابين انه يتعرفوا على شخص جديد اه مع انه شايفة فيه معجب اه ممكن يكون برجه ناري او اه هوائي طبعا قمري اه شمسي طالع مو شرط الشمسي اه فعم بشوف هذا الشخص اه عم بسأل عنك اشخاص او عم بيحاول يدرسك من بعيد بيحاول يعرف اه مثلا مين اهلك اه كزا من وين انت اه ولكن هذا الشخص خلينا نقول من بيئة تانية اه من اه مش لغة من من طائفة تانية المهم فيه اختلاف بينك وبينه ممكن كمان يكون فيه اه السن علشان هيك هو متخوف منك من الرفض عشان هيك ما عم اه يقرب هذا الشخص طب خلينا نشوف اه للي عندهم شريك او منفصلين عن شريك اه خلينا نشوف العقل الباطن تبعه اكتر شي فيه براسه او شو عم بيصادف اه نفس موضوعك زي ما انت متعلق فيه هو متعلق فيك هو عنده كمان ادمان عليك هذا اه الشخص في عنده ادمان عليك اه عم بيفكر فيك بطريقة شوي هاي الفترة شوي عم يشتقلك من هديك الناحية اكتر اشي اه انا قاسف بس يعني هيك طلعي الكرت بس حلو انه عم يشتقلك يعني وعم يتخيلك وعم يحلم فيك اه بالليل اه شايفيته فيه طاقة اه تشتيت اه ما في عنده اللي هو خلينا نقول الامور واضحة الامور اه كزا اه عم بيفكر فيك بطريقة شوي خاطئة وصلت له امور او انه شاكك انه انت مع حدا تاني او 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 يعني فيه امور وصلت له او عم يستنتجها بشكل غلط. اه فانت حاول تصلح هاي الصورة بطريقة غير مباشرة. فهو عم بيفكر اه بهاي الفترة اه بهذا الشكل. اه بيقول لك خلي الرحمة والتسامح انها تكون من اولوياتك هذا الشهر او هذا الفترة في هذا اللي انت فيه. اه بيقول لك قد ما غلط الطرف التاني او اه كزا اعطي فرصة اخرى. كن رحيم مع هذا الشخص. ما بتعرف ايش ظروفه كانت. اه او ممكن مش عاطفيا ممكن بالعمال ممكن من الاصدقاء. فبيقول لك اعطي فرصة تانية يا برج الجوزاء. وانت من الناس اللي ما شاء الله بتعطي فرصة كتير يعني اه انسان هيك حنون كتير. ورج الجوزاء. بيقول لك روح اه بيوند اه روح ورا التحديات اللي هلأ الحالية. روح وراها وركز اه بالاشياء اللي بترغب فيها. يعني ازا بدي كتير يعني ازا بدي افسره. انه ما تهمك التحديات الحالية اللي عم بتمر فيها. خليك فوكس يعني خليك اه مركز بس على الاشياء اللي بترغب فيها. اه زي ما قلنا قبل شوي يعني ما تخلي انه الناس تخليك تروح هيك وهيك عن اهدافك. لا خليك ورا هدفك في هذا الموضوع. في اه في اي موضوع كان في حياتك يا برج الجوزاء. انت حاليا وكأنه في موضوع معين بدوامة معينة اه فتت فيها ومش عارف تطلع منها. فبيقول لك اقصر طريق لك انك ترجع. انا ما بعرف شو تبعك. ممكن يكون عاطفي. ممكن مشروع انت بلشت فيه وحسيت حالك انه بمتاهة او ما في اه حلول لهذا الموضوع. فبيقول لك اقصر طريق انك الرجع خط الرجع. لانك خط الرجع انت عارفه. بس اللي قدام ما بتعرفه. وكأنه عم يعني بيحذرك من موضوع اللي هو التشتت والممكن انه ناسي عايشك باوهام. فبيقول لك اه اسهل اشي انك ترجع لورا. ترجع مكان ما بلشت. اذا كنت شاعر بالتشويش. هون بقول لك stop thinking and start breathing. اه بقول لك بيكفي تفكير. كفي تعب. بيكفي انك تتعب حالك. حب حالك اكتر. تنفس التنفس الصحيح اللي بنعرفه زي زي شي. فحاول انك تعمل هاي الامور. روح الطبيعة. ارجع للطبيعة. اه حاول انك تترفح عن حالك شوي. بيكفي تفكير. يا برج الجوزاء. التفكير ما رح يجيب لك شي. بالعكس. هون اه طلع مقلوب بيقول لها بيحكي لك اه اه خد لك اه راحة او كزا بما انه طلع مقلوب عم بيقول لك اه لا بالعكس اه اشتغل استغل هاي الفترة انا شايفي الوراق هاي الفترة الحظ معك. فا اه انه حاول انك تشتغل على قد ما فيك. طلع لنا كمان قبل شوي انه تعمل وكزا. بس ما دخل اه موضوع وهاي الامور في انك اه تاخد اه او راحة او مش الوقت المناسب للفاكيشن هلا. اه خلينا نشوف طيب كروت التحذيرات. اه بيقول لك يا برج الجوزاء انه في ظلم معين. مش ظلم اللي هو المعنى الكبير. لا ممكن تكون حكمت على شخص اه حكم غلط. مش انك ظلمت الظلم كبير. اه فبيقول لك حاول انك اه اه اتصحح هاد الموضوع. هاد الموضوع راح يرجع عليك بكارما راح يرجع عليك بسوء لو انت ما صح حدو. فانت ازا غلطت في حدا معين ازا كان في اه شخص معين حكمت عليه حكم غلط او كزا ارجع بتفكيرك وارجع بآآ برأيك شوي لورا حاول تدرسه اكتر لحتى يعني تعطي اكتر اه تعطيه اكتر اه حقه. اه كمان اكتر اشي عم بشوف انه تحذير من الناحية المادية كمان بالنسبة لبرج الجوزاء من الناحية المادية انه بقول لك امسك ايدك شوي هذا الشهر لانه اه خلينا نقول اه هيكون اه الشهر اللي اه تعمل فيه بدخ وفيه فيه مال وفيه كزا اه لكن انت حاول توفر لانه الشهر اللي بعده رح يكون شوي صعب ماديا. فهذا بشكل عام. اه بيقول لك خليل عندك الايمان والسكينة والطمأنينة صح الامور اللي حواليك اه بما معناه صح الامور اللي حواليك لا تدعو للامان للشعور بالامان ولكن انت في عناية الهية انت من الملائكة فلا يعني لا كتير انك اه اتخاف من اه الامور المادية لانه اه روحانياتك حلوة وهذا الاشي رح يخدمك اه بالفترة الجاي. خليها نشوف اوراكلز. اه نفس الكرت اللي طلع مع انا قبل شوي بيقولنا اول ما تطلق السلبية اللي في حياتك او الافكار السلبية رح تاخد الجواب على صلواتك او على اه الادعية اللي عم تدعيها. ازا كنت مستغرب انه الادعية لك ما عم تستجاب للك. اه فالسبب انه فيه تجواتك طاقات سلبية او تفكير سلبي او تراكمات سلبية عم بتصد هذا اه الموضوع. فكون حريص من هذا من هاي الشي. بيقول لك في يعني كتير 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 حلو هذا الكرت. بيقول لك فيه كنز يعني مخبة. اه في في احداث غريبة عجيبة رح اه تحصل على هذا الكنز. اه الكنز ممكن يكون معنويا وممكن يكون اه مادي يعني يعني وجوهرات الولو كزا. اه لا انا بشوفه اكتر ممكن يكون هدية من شخص عزيز. وهاي الهدية ممكن تكون دهب او اه اه شي له علاقة. يعني شي ثمين. شي شي ثمين. ما بعرف. اه ازا كنتي بنت ممكن يكون مجوهرات. وازا كنت اه شاب ممكن يكون سيارة فاني يا لكم. يا لكم اللي بيوصلكم هدايا. كل الناس بتحب الهدايا. هون بيقول لك. اه اكتر اشي بحس هادا اه الكرت انه مش بالنسبة لك بس. اه انه انت الهيلر. انت اللي بهذا الشهر رح اه تتبنى اه دور اللي اللي بتشفي. اللي بتساعد الناس. في ناس رح يستشيروك في مواضيع. في ناس بحاجتك. شايف اكتر اشي في من العائلة شخص عم بيواجه شوي مشكلة صحية فعم بيحكي لك انه ساعده. هادا دورك هلأ بيستر اشي دورك.